إذن مستمعنا مكملين بـ Wake Up Melody لنقول لكم يسعد صباحك وانا عن جديد وصار وقت رحب بضيفتنا الأسبوعية أهلا وسهلا فيك مدام رهف تسبحجي مدربة التنمية البشرية والاستشارية يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا الصباح الخير يا أهلا يسعد صباحك مدام رهف يعني مبارحة مبارحة الأسبوع الماضي يسمعنا أكيد كنت معكم على السماعة مبارحة كنا عم نحكي على موضوع الولاد والدراسة لأم والأب ودورهم اليوم بس لمستمعنا لم يمكن معنا التنين الماضي على السماعة ماذا كيف نعطيهم مثل ملخص للأفكار يلي تم ترحب الحلقة الماضية تمام هلا بداية حكينا أحد المشاكل بعدين حكينا عن أسباب التأخر الدراسي خلينا نحكي ملخص عن أسباب التأخر الدراسي لازم الأهل يراعوا هدول العوامل الخمسة اللي هي أول شيء الاختيار ثاني شيء مراعاة القدرات الظروف المحيطة والصحة والحافظ كتير مهم أول شيء أنه يكون الدراسة هي من اختيار الولاد مو نحن منظر عم ننرغم عليها فمنلاقي عدة طرق حكينا عليها المرة الماضية حكينا عن القدرات والذكاءات المتعددة وحكينا كمان عن ظروف المحيطة وقديش بتأثر على الطالب أو على الابن أثناء الدراسة وعلى الصحة النفسية والجسدية وكمان على التحفيز يلي هو من خلال إما الترغيب وإما الترهيب تماما يعني اليوم إزا يمكن بدنا نروح لنحكي أكتر على الشيء اللي لازم تعامله الأم يعني لما بتدرس يمكن ابنه لما تعد معه أكيد في طرق يمكن معينة لازم تكون موجودة حتى الولاد يستوعب من أمه ويرضى أنه والدته تعد ودرسه بلكي كمان نتوسع بنحكي بهذا الموضوع تمام هلأ شو رأيكم نحكي على أفوا على مشكلة أجتني على صفحة الفيس الأم عند طالب بكالوريا السنة تمام وخاصة خاصة دول الطلاب يعني الأهل بيكونوا مستنفرين وخلاص يعني لازم يقعد يدرس كمان 24 ساعة هيك بالنسبة للأهل ومالطالب بفاجئهم أو الأبن أو البنت وما يبدأ أبدا بالدراسة ولا بعده بيقعد فكانت عم تحكي الأول ما بيمسك الكتاب بيقعد عشر دقائق بلاقي صار عند البرد بعدين برجع بسحبه وبقعده على الطاولة بيتململ وبتأفأف وبعد شوي برده بيقعد لخمس دقائق برد بقوم مليت معا بدي بقلم معا تفين استحمل طبعا الأم بعدين بتضل بتستوابه وتستوابه آخر شي خلاص ما عد فيه مجال نهائيا تبلش بقى بتعصب بتصرخ متخانة حيانا بقى بتبلش بتعطيه بقى المحاضرات طبعا أنه يا ابني أنت لازم تععد تدرس لأنه إذا درست لازم تنجح وإذا نجحت أنت هذا المستقبل تبعك طبعا الولد بهي الحالة بتلاقيه قاعد أوكي يلا بلشت المحاضرة طبعا أمان هذا لا حكي نفسه وبيكون الأصغاء عنده كثير قليلة يعني يعني ما عم يسمعني تمام هذا إذا ما كان الموبايل من إيده والأم كمان تبلش ترك الموبايل من إيدك وتطلع فيه بي تركه طيب أوكي يلا ماشي تسو كمان وبعدين فآخر شي هو بيعد لياهم طبعا الأم بهايك حالة لما بتشوف ابنه أنه هو ما عم يدرس فبليش بقى بتحط دائما أسوأ الاحتمالات حيرصب أكيد أكيد حيرصب وهو من وجهة نظره أنا أكيد حانجح تماما فهي بضلبة مسلا تعطيه كل الحالات أنه أنت اللي حترصب أنت هيك حيصير فيك أنت 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 فالولد طبعا تعود على هيدا نفس السيناريو فما بيعد بقى بيجاوب نهائيا وبيترك الدراسة وخلاص وآخر شي بيتخانق وسوى وبتنتزع العلاقة بينها طيب طيب خلينا نحكي بهيك حالة شو لازم تساوي الأم أهم شي لقيت حالة بلاش تتعصم تسحب حالة تروح على خرفة تانية تذكر البابة حالة تهدي حالة لأنه طول ما هي متوترة وطول ما هي معصبة ما بتحسن تساوي أي شي ولا بتحسن تساعده ولا بتحسن تخليه يدرس أبدا لذلك أول شي تعطي تسترخي أهم شي طريقة الاسترخاف في عنا التنفس وفي عنا التفكير الإيجابي طريقة التنفس إنه تاخد نفس عميق شهيق تمام بعدين بتحبسه شوي بعدين بتعطي زفير يجعل الزفير طويل بشكل إنه تحس كل الهموم عم تطلع فهون بالشهيق والزفير وتحاول شوي تغير طريقة تفكيره طبعا الشهيق لازم يكون هون شي مختلف يعني بطريقة التفكير وبطريقة بطريقة اللي هي عم تتعرض فيها لكل المشاكل تمام تحاول تفكير بالأحسن وليس بالأسوأ أنا لا خلص كلنا أمور إن شاء الله حتكون تمام وأنا حلاقي عدة حلول إذا ما أنا لقيت حلول فيه مين يساعدني لحققر بعمل دورات باستشير ناس بحاول فيه عنا عدة طرق ما تظلم ركزي إنه خلص أنا المؤثر الوحيد على الولاد أنا إذا ما كنت إذا ما خليته يدرس غصما عنه فهو ما حينجع هذا الشيء بخليها هي تتوتر أكتر وما بتحسن تساعده نهائيا صحيح فلما بتعود بتسترخيب نركز كمان على التنفس يكون التنفس البطني اللي هو بالشهيق أحيانا كثيرا نحن مناخد التنفس بطريقة غلط هلأ آية إذا أخذت نفس خلينا ناخد شهيق سوا هالبطني اللي عم ينتفخ لما الصدر اللي عم ينتفخ تماما نحن نطلع بعض شوان نصير معنا شوان نصير معكم تماما فهلأ التنفس الصح إنه لازم لما بتلاحظي الشخص هو نايم عم يطلع بالشهيق وعم ينزل بالزفير فهذا التنفس الصح تماما فنحنا بلش نتدرب على هذا التنفس طيب بعدين بلش بقى تفكر بي إنه هي عادة من مكان مريح طبعا تقل لي عادة من مكان مريح من وين دا تجي الراحة معلش نحن من نتخيل إنه أنا سافرت بمخيلتي لمنطقة كتير مريحة تمام وعم برتاح ومبلش بقى كل الأمور حتكون تمام ابني حيكون تمام كل أولادي حيكونوا كلهم بخير اللي حيدرسوا اللي حينجحوا دائما تفكر بالشيء الأحسن مشان هيك تحسن مشان تجذبوا طيب مرحلة التانية بقى طبعا كتير مهم إنه تعرف عدة شغلات وخاصة عن الطلاب أو الولاد بفترة المراهقة صحيح عفوا فترة المراهقة الولاد بين عمر 13 سنة إلى 21 سنة فهي الفترة من أصعب المراحل ضد حط بباله إنه هاي المرحلة مؤقتة يعني هي فترة هتعدي ما حيضل الولاد فيها آثارة مؤقتة يعني آثارة مؤقتة طبعا بدا يعرف كيف يعالجها طبعا إذا عالجتها بطريقة تبع العياط الصريخ والإخناع فهي ما بتشيب أي نتائج هي سنة البكالوريا يمكن يعني الولاد بيكون هو بعمر أنه هاي فترة مراهقة وهي الفترة اللي لازم يعني بتحسي الولاد عقله يعني ما كتير بيكون يعني تمام وبنفس الوقت يعني بيكون عنده هذا الهم الكبير اللي للأسف عندنا بالنسبة لألنا هون ضمن سوريا هو هم أي حدا بيقول لك أنا بكالوريا فخلصت المعزم ما حدا يميش في حدا غير خوف أهله فهو يعني يمكن عدة ضغوطات عم تكون عليلة الولاد لحتى يعني يقدر فيمكن أنه هو يتجاوز هذه المرحلة وأنه أمه تستوعب شوي الأمور هاي كلها يمكن قصص ومشاكل يعني يعني بيعانوا منها كل اللي هلأ عم يمروا بهذه الفترة صحيح مشان هيك الأهل لازم كتير يستوعبوا الولاد بهذه الحالة ويستوعبوا أنه هذا الشي اللي عم بصير هرمونات في عنده حالة النمو في عنده كمان تغيير بالمشاعر بالعواطف كمان بهاي الفترة هو بحاجة كتير حنان بحاجة حب أكتر أحيانا الأم يعني مثلا بيجي الولاد يعني هو صار بكالوريا فبيجي أنه يعني هيك بده أمه تعانقه فهي بعده لك حل عني ما بده أمدا لا يقرأ بععد عني بععد عني يعني اللي بيحب التاني بيعمل فكتير يعني لما الأم تستوعب أنه هاي الفترة هي هذا الشي طبيعي اللي عم يصير معه طب أحيانا بتقلي يعني لما بيجيني استشارات بتقلي طيب أخواتهم من قبله ما كانوا هيك طيب ليش هذا الولد بالذات طالع عيدي بالأخص إذا كان الولد الأصغر يعني بين أخواته في شرع عمري بيكون يعني في مرحلة عمرية صحيح أو أحيانا كمان النصطاني كمان الولد النصطاني كمان بيحاول أنه بيظهر حاله هلأ كتير الولاد بهاي الفترة بيحبوا أنه يظهروا حالهم بيحبوا أنه يعني ياخدوا حضور ياخدوا حضور من نسبة للآخرين تمام فنحنا هون بقى منلعب على هذا الوتر نشتغل عليه طبعا في عنا عدة نصائح ممكن نشتغلها بالنسبة للأم أو للأهل يعني بشكل عام أنه هن فيهم يستخدمونه أول شغلة أنه لما يدرس يعني تسني على هذا الشي لما يشتغل تسني عليه مو تقول له أمتى كنا وشمس درعنا ماما أيها شيء إيجابي بيعملوا بيلاقي حتى الشيء الإيجابي في نقدي يعني صحيح كتير نحاول نبعد عن أنه ننقض السلبي هلأ كتير أحيانا الأهل تلاقيهم دائماً يقولوا له للولد لا 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 أكتر ما يقولوا هلأ يعني شو نقول له مثلاً طب هو عم عم يسأل مسألة غلط طب هون بقى بنلعب بالحكي هون بقى في شيء منسميه براعة الفم نحنا كيف نقلب الجملة ونخليها أنه تصير بشكل إيجابي خذرينا كيف هي بتكون يعني أحياناً كثير مثل لما نركز على الإيجابية أكتر من السلبية سمع يعني مثلاً الولد عنده سلوك معين أنا بدي يغيره فرضاً أنه هو طول الوقت عم يلعب تماماً أنا ما بجي أحياناً بقل له أنه آه أنت طول الوقت عاد عم تلعب خليك خليك عم تلعب يلا بكرة بدك ترسه وبكرة بس ترسه لح تندم على هالأيام تماماً تماماً هلأ تحكي أديش بشع عن جد يعني بتذكر أيام نحنا حتى لما كنا يمكن بكالوريا بس يعني لازم أنه خلاص حتى لو أنا مثلاً أوات كتير نحنا كتلاب بكالوريا زفينة نقول ما منحس أنه يعني ما بتحس أنه فيها وقت أنا ما بدي أدرس فيها أنا ما عارف عن إيشو بدي بس أنا خلاص طبعاً أنا بدي ضلني قاعدة ما بدي أعمل شي فيمكن أهل لازم يعني يعرفوا يتعاملوا مع ابنهم بهالحالة العصبية ما كتير حتفيد زفينة نقول بس أوقات حتى يعني مدام رهف أوقات في يعني فيه بحيجوا أهلهم أنه بعصبوهم يعني فيه مرحلة أنه الولاد كتير مستهتر يعني فيه ولاد بتدرس بس بتستهتر بيهوقات بس فيه خلاص نحن مساءلين على مستقبلهم فهون يمكن بيجي أنه الأهل الدنيا عصبوا كتير فيمكن بيختلف بقى كيف دنيا يتعاملوا الأهل مع هذا الطالب المستهتر أو الطالب النص مستهتر إذا فينا نقول لما الأولاد بيمسكوا رموت وبيبلشوا بيكبسو والأهل بتتجاوب مع الكبسات فأحيانا بيكبسوا بزر أنه الاستفزاز وبيبلشوا بيبلشوا بيبلشوا فالأهل حسب الحالة النفسية إذا بتلاحظين احنا منلاقيها حسب الحالة النفسية للأم أو للأهل يعني إذا كانت الأم مبسوطة ورايئة فهي النسبة أنه توصل لمرحلة الاستفزاز وتتدايق وتعصب فهي طويلة وأحيانا كتير بتاخد الأمور كتير عادي وطبيعي وبتتعامل معها بكل هدوء أما إذا كانت معصبة وتعليخ خلقها فهي ما بتتحمل كلمة وحدة فهون كمان بيصير عند الولد أنه طيب أحيانا حتى الأهل بنلاحظ أنه نفس المشكلة بتصير فلما الأم بتكون مبسوطة فبتعطيه أريحية للولد وبيعخده وبيعطه إذا كانت معصبة فهي خلص بتعيط عليه وبتقفل الموضوع طيب أحيانا الولد لما بيكون بفترة عمرية يعني أصغر فببلش أنه شو بأنه شو بأنه شو بأنه شو بأنه شو مشكلتها سعب تقول لي إيه سعب تقول لي لا لكن نفس الموضوع طيب أنا شو أعمل يعني نستغرم نستغرم فهون الأهل بدنا شوي نهدي حالنا يعني ما نعطي ردات فعل سريعة مشان هيك إنه إذا لقينا حالة الاستفزاز وبلش الولد يحكي وكذا تنسحب تدرك الموضوع وتنسحب خلص إنه هلأ نحنا أوكي النقاش انتهى هلأ هون الطفل ما بينظر يعني أو المراهق حتى ما بينظر للموضوع لأنه ضعف من قبل الأهل إنه ما قدروا يحكو إنه نتقرأ معي حالك كما رئيس مثل ما بيقوله إنه مشان هيك ما بيعطوا مجال بيضلوا عميعيته حالين هلأ هي لما ترتاح وتكون عندها الاسترخاء والطاقة الإيجابية أعلى فهي بتحسن تأخذه وتعطي معه وتحسن وتوصل لنتيجة خاصة إذا هي عرفاني شو القدرات تبعه وشو طريقة تفكيره طبعا كثير ما هم الأم كمان بالذات إنه تعرف شو طريقة تفكير الولاد أحيانا أنا بعرف شو طريقة تفكيره مو دائما في نقطة معينة هلأ كيف تأخذها عن طريق تصقيف نفسها عن طريق كتب عن طريق دورات تدريبية عن طريق مثل هلأ تستمع للقادل فكثير لازم تطور حالة وتكون كمان مهيئة قبل ما توصل لهذه المرحلة يعني قبل ما توصل لمرحلة أنه ابنة صار في فترة المراهقة تكون هي عندها خبرة كيف تتعامل معه وبنبلش من حبة حبة يعني خطوة خطوة كمان في نقطة من المهم أنه تركز على شغلة واحدة بدتغيرها سلوك واحد مو يكلنا السلوكيات سواء يعني فرضا أحيانا أنه ما بينام بكير ولا بيدرس ولا بيدوا بقوته كلهم بدأ نصيره بنفس اليوم بدأ تزبط له وبالإضافة لهيك مثلا في أنه ممنوع تطلع من البيت مثلا الخميس أنت معاقب وما بايلك بدي أخذ ضغط 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 كتير كبير يعني هس كنا عم تعيشوا مرحلة هيا عم ذكر هلشي ذكرية هاتم قولي ما يعني هلأ عفوا فكتير تركز على موضوع موضوع مو كلهم سواء بدن يشتغلوا سواء طب أحيانا بتقول طب عنده دراسة طيب أحيانا معنىش الفترة الأولى وخاصة بداية المدرسة بتاع الولد إذا كان شهادة بصير عنده حالة بتحباط خاصة طلاب البكرونية بتجريهم حالة نعاس بصيروا بس دون يناموا بس بدون يناموا نعاس وشهيتا وضلوا على وما بدأ يدرس فهي بدأ تستوعب أنه هاي مرحلة هاي أول شي بتلاقيه بعدين بيشد خليه هو يعتمد على نفسه أحيانا طيب أنا لازم فيقو كل يوم كل يوم على المدرسة لا فيه أوقات مبلش بمراحل معينة أنت بدك تشيق لحالك طيب معقول يروح عليه الدرس معقول عليه تروح عليه المدرسة إيه معلش أول كم مرة خليه تروح فهو بقى بصير بتعلم أنه ماما مو دائما لح تفيقني فأنا لازم بلش اعتمد على حالي ماما مو لازم مو دائما هي عم تمسك الكتاب وتعود دروس كمان لما بلش الأهل أنه بيعودوا لأولاد أنه مو أنا دائما بيعود درسك أنا بساعدك ممكن نقعد سوى ندروس يعني كمان كثير رائع أنه لما الأهل مثلا الام بسا بتجيب كتاب بتعود تقرار وبيكون الولاد عم يدروس فصير عنده حالة من التشجيع أكتر تماما كونه عم نحكي عن موضوع بس لأنه الاعتماد على النفس دائما هلأ الأهل بتلاقي الولاد هلأ فات الأول يوم بكالوريا من أول يوم ببلشبه الأساتزة الخصوصي هات غير مثلا إذا كان بجامعة خاصة مثلا وما تفعله هذيك الحسبة أو حتى بيجاء بمدرعة عفوان أنا الجامعة بمدرسة 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 يعني حكومية فموضوع كمان الاعتماد على النفس من الأهل خلص يعني الولاد ما اعتمد أنا عندي أستاذ خصوصي بالبيت فهذا الشيء يمكن بيأثر بدراسته بالمدرسة يمكن يهرب من المدرسة أنا خلص في عندي مين عم يعطيني فكمان قداش لازم يعني في أو كي يجيب أستاذ خصوصي بس يمكن أن يكون بحدود معينة أو حسب قدرة يعني ابنك صح تمام هلأ كتير حلو أنه خليه شارك يدفع معي للدروس الخصوصي آه تمام من مصروفه الخاص يعني بهالوقت مستحيل بيأخذ ضديك الحسب بيشارك بيشارك شي هلأ جاد لما الولاب مندفعه فبيبلش بيحس فيها يعني لما بيدفع حق الدورة اللي اللي عم يأخذها أو قسم أو جزء من من اللي الأستاذ يعني الأستاذ الخصوصي بصير عنده شويها إحساس بالمسؤولية أنه آه في مساري عم تندفع آه هلأ كمان نحن مو شرط كلهم نزخن يعني كلهم يعني نحن أحيانا منقول يلا خلينا منبلش من أول السنة طيب إذا هو ما عنده الدافعية وما عنده الرغبة اللي بيجي الأستاذ يعني آخر شي بيقترب حاله طيب كمان الأستاذ بيجي نحن منظورنا أنه الأستاذ خصوصي بدي يجي يخليه يحفظ ويدرس ويكتب الوظائف ويفهم الدرس ويجيب علامات عالية ويجيب علامات فالأستاذ ممي فالفكرة أنه الأستاذ بيقلك أنا ما لي مجبور أعد خليه يحفظ الدرس ونحن الشي اللي عم نلاقي يعني كأهل أنه الولد ما عم يحفظ فهون بقى بدنا يعني كيف يعني بده يفهم الولد أنه هيدا الأستاذ بيجي مشان يشرح له الأشياء اللي هو ما له فهمانا يركز على بعض النقاط المعينة فبعدين يعني وهو اللازم يحفظ فمشان هي كتير مهم أنه الأهل يعرفوا القدرات الولد ذكروا المرة الماضية حكينا عن الذكاءات لما نحكي يعني يعني يعرفوا شو الذكاء تبعوا فهم بقى بيساعدوا بعدة طرق خلونا نحكي عن بعض الطرق اللي ممكن الأهل يستخدموها لحتى نخلي الدراسة تكون فن وأسهل هلا أحيانا كتير ممكن نستخدم التخيل وخاصة مثل مواد العلوم مواد الاجتماعيات يعني أحيانا لما ينشرح الدرس أنه راله وعيش كأنه نحن مسافرين حتى إذا تتذكري في فرانك كرتون ماجيك سكول باس النشنون بيصغر ويفود مثلا لألب جسم الإنسان أو في كان مكان الحياة لأسس الكرتون العلمية نحن نحن من طريق الخيال نحسن وصله لأنه يهتم كتير أو يحفظ عن طريق الخيال كمان في عنا طرق الربط الخراياة الذهنية في عنا يتكون في نشاط حركي يعني لما أنا بدي يشرح له للولب مثلا شغلة برياض زياد أحيانا أنا ممكن نساويها على بلاطات البيت حتى لو كان كبير يعني حتى مثلا على صف التاسع يفرض على التوازي على نظرية التالس هاي كتير بيتعقدون نماما هو النظرية فأحيانا منعوب نشتغل عليها مثلا على حيطان البيت على أشياء ممكن نحط عصائيات ممكن نحط مصاطر أو أحيانا عن طريق المعجون ما نفكر أن المعجون هو بس للأطفال لكن لا كتير حلو كمان لما الطلاب حتى التاسع والبكالوريا أنه نشتغل معهم بالمعجون أداش يمكن لازم قبل الأهل المدرسة تكون هي تتبع هذا الأسلوب فهي بتسهل على الأهل بدل ما مولد واحد مثلا أهل معتنين فيه لا بالنهاية الأنسة عم تعطي عدة طلاب فيمكن هذا هي مسؤولية مدرسة كمان غير أنه مسؤولية أهل لكن للأسف حتى صارت المناهج جديدة وعلى أساس أنه يصير فيها التفاعلية بس ما نشوف لحد هي تأهيل الأكتر وعنده نظرة الأستاذ أنه أنا بهاي الطرق ما مبلح المنهج ما أنه إذا نستخدم في طرق معينة نحن نعطي دورات للأسادزة بالتعليم الفعال كيف توصل المعلومة بطريقة مبسطة والدرس تختصره يعني أحيانا الدرس بنعطى بعشرين دقيقة بينما في أسادزة بتاخده في ساعة وما بتخلص يعني هي الفكرة في عدة أفكار هلأ مشان هيك نحن نعطيهم للأهل فمشان هن يساعدوا الأولاد وأحيانا كمان نحن نعطيهم للأولاد بأعمار معينة يعني بالإعداد والسانوي كمان هن مشان يساعدوا حالا يشتغلوا طبعا هدول مثلا استخدام البطاقات مثل ما حكينا طرق حتى كتابة موضوع التعبير البكالوريا أو التاسع مثلا هاد كتير عندهم مشكلة الطلاب ففي عنا عدة طرق تسهيلية بسيطة إنه الولاب مضرور يجيب موضوع جاهز يحفظ لأ هو يطلع الأفكار لما يطلع الأفكار بهي الطريقة في كتير أولاد إنه واو معقول هلأ أنا بكتب شي أكتر من عشر مواضيع بهي الطريقة هدول الطرق نحن مستخدمهم نعطيهم بالدورات نشرحهم بشكل تفصيلي أحيانا نجيب نمازج عليهم ومنخلي الأهل يشاركوا بهذا الموضوع يعني كتير حلوة الفكرة بس يمكن نحن اليوم طلاب البكالوريا بيقلك عندي ألف مليون قصة وشغلة وين بدي يلاقي هذا الوقت اللي أنا هقعد فيه وحروق فيه لحتى أقعد يعني كانت عندي العلوم هي مادة كوم تمام نعرف نحن علوم البكالوريا عنا وباقي المواد كوم تاني فأنا ما لحق لباقي المواد فخلص يعني حتى الشهر الانقطاع بتذكر راح ثلاثة ربع بس على مادة العلوم والربع الباقي لكمال المواد فيمكن الظروف المنهاج ضخامة المنهاج يعني ما حت التكنيك مثل ما من عطي فأنا بعدة محاضرات عملت بالدراسة الفعالة للطلاب حتى لطلاب البكالوريا لما عطيتهم هاي الطريقة تفاجأ وتخيلي انه كتبوا موضوع تعبير خلال اقل من نصف ساعة حطينا هون وطلع من خلال يعني في عنا مسلا كان تقريبا شي عشرين طالب طلع معهم طبعا هي في تكنيك معين احنا بنشتغل عليه فهون بتسهل لهم كتير الطريقة كلهم ما صدقوا معقول هذا هو الموضوع هيك نحنا بنعمل هذا اللي كنا متعدين منه فراح حالة الخوف منه يعني بالفحص اذا بجيبون اي موضوع حتى من خارج المنهج فهنا قادرين انه يكتبو خلينا ننتقل على مرحلة تانية هاي حكينا عن بعض طرق الدراسة اللي ممكن الاهل يساعدوا الولاد فيها طبعا بدهم يتوسعوا فيها اكتر ويشتغلوا بشكل عملي مشان تكون النتائج افضل كتير بيعاني منلاقي ولادنا عم يعانوا من قلة التركيز نتيجة عدة عوامل من بيناتهم احيانا موجود مشاكل عائلية او وجود مشاكل بالمدرسة احيانا في عنده حالة خوف من المستقبل او ممكن متوقع انه امر مريع ممكن يصل احيانا كمان لما يعيش بحالة من التخيلات الوهمية كتير هون كمان بصير عنده نقص تركيز او الالعاب الالكترونية اللي هي كتير خطيرة طيب حنحكي شوية تمارين لتقوية الزاكرة وظرافة هدول التمارين ممكن حتى الاهل هنا يساوون اي شخص صحيح طيب هلا احد التمارين هو اسمه احصاء الحروف ممكن تجيبي جريدة تجيب مجلة تطلع اي مقال انت بيعجبك وتبلش اتعد مثلا احرف الالف يلا طيب هللا عفكرة بس تلاقيها اول شي بتقول اياي لطيف بس بتلاقي التركيز بلا شي يزداد عندك وبتلاقيها في نوع من المرح حيلا ممكن بعد شوي مثلا اوكي مليت من حرف الالف لقيت بس عشرين حرف الالف بعدين منتقل مثلا الاحرف تانية هي ممكن ناخدها خمس دقائق اللعبة طيب في عنا اللعبة تانية هي القراءة بالمقلوب يعني انا بجيب المقال او الجريدة او اي كتاب وبقلبه رأسا على عقب وبقرأ من تحت لفوق او من فوق لتحت هي جدا ممتع بارح كنت عم بشتغلها مع ابني فكتير حبة القصة وهيك يعني بلش تركيز ايه بلش تقرأ طيب كمان في عنا انه نقرأ كمان بالمقلوب او الكتابة بالمقلوب كمان كمان اذا بتذكر وما بعد بالمدرسة كنتو تكتبوشي بالمقلوب ايه اكيد دائما يكون هاي اللعبة تبع المراية انت هو فمنكتب بالمقلوب او منكتب بشكل تناظري كمان يعني مثل كأنه يعني الكلام كمان لتحت يعني نعمل له تناظر غير على اليسار كمان لتحت فبنصعب شوي المهمة فهم بصير في تركيز بفير فتح مسارات جديدة بالدماغ حالو وبيتشغل نصفي الدماغ اليمين واليسار معا فهم بصير في زيادة بالتركيز هاي التمرين كل قديش لازم اذا بنقول نعملها يمكن نحن ناوزا كم يوم اه هاي توع كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم خمس داعي ايا الفكرة انه عن جد ممتعة كتير لما نشتغل فيها خاصة مثلا القراءة بالمقلوب خاصة في بعض الالعاب كمان منشتغل عليها مثل في لعبة اسماسات هدول لما الواحد يلعبون وهو بفضي مخه من اي شي هو زعجه وبتساعده على الاسترخاء وبتساعده على التركيز كمان طيب كمان في عنا تقوية الذاكرة في لعبة نمساوية هاي بس تلتعب باكتر من لاعب او اكتر من شخص يعني مثلا انا ببلش بجملة مثلا انا احضر حقيبتي واخد كتبي بيقول الجملة تبعي وبتكمل عليها بشي اضافة بشي اضافة بتردي ايا بتكمل الجملة مثلا بقول انا احضر حقيبتي واخلامي ومسلا اكلاتي هايك هلا دور ايا ايا بتردي تعدى الجملة اه بتعيد بعيدة من الامول تعدى من الامول اي شي يلا احضر شو حقيبتي واقلامي وشو كمان معجل واكلاتي وقلمي هلا انت بتعدي قلمت انا فنبلش هاي الكلمة لهاي بتعطي شوي حالة من الفان يعني هي ولو دقيقتين يعني لكن بتعطي شوي نوع من التركيب صير واحد بيركز على شو عم يحكي الأول يعني هلا هاي اللعبة كانت أحيانا نلعبها يمكن بالمدرسة لما اللعب يلعبوها معها يعني أسماء خضروات وفواكير هلا كمال اللعبة المشهورة تبع اسم جماعة حيوان نبات كنتوا بتلعبوها نحنا عزماناتنا كتير لا هلا يعني مما لأولاد صغير بوض معا هاي زندها ممتعة وكمان بتزيد التركيز وكمان بتزيد المفردات اللغوية كتير حلوين فلما بنعمل دائما نخلي شغلات تكون فن بيننا وبين الأولاد حتى طلابنا نعمل شغلات دائما نعيد التركيز لألون نرجعن لهذا التراك أو المسار الصح للدراسة دائما نحسسن أن الدراسة فيها نوع من الفن مو بس هلكان ودراسة ومثل أنه إذا ما نجحت لحن نرسوب وهذا حالة الخوف تماما نعم فنحنا ما نخليهم يسترخوا فهدول القصص اللي حكيناهم اليوم لحن نلخصون حكينا عن أسباب تأخر الدراسة وحكينا مشكلة طالب البكالوريا حكينا كيف الأهل لازم أو الأم تسترخي لما تعصب وحتى تلاقي حلول حكينا كمان عن عدة نصائح كمان للأهل شو لازم يساوه بعض الطرق تخلي الدراسة تكون فن وحكينا عن زيادة التركيز زيادة تركيز وأخذنا هدول الطرق ويعني الرائعين جدا وأكيد نبلش ننفذهم يعني أنا أخذت حقيمة بالتوفيق إن شاء الله لكل طلابنا وبالتوفيق لكل الأهالي أيضا يلي عم يتعبوا مع أهليهم والله يضوع التعاب يعني أي طالب كنا كتير سعدي بوجودك معنا مدربة التنمية البشرية الاستهارية الاستشارية رهفة السباحجي أهلا وسهلا فيك معنا وبانتظارك الأسبوع المقبل إن شاء الله لنتبحر ونحكي بمواضيع أو ساعة شكرا كتير لإلك وكنا كتير أكيد سعادين يعني بلقاءنا معك وبانتظارك كمان أكيد الأسبوع الماضي مثل ما قال ماجد لنحكي كمان بقصة تانية كتير يعني بتهمنا جميعا شكرا كتير لإلك أهلا وسهلا فيك يا أهلا لكن مستمعينا يعني خلص مشوارنا الصباحي معكم لليوم رافقناكم بالإعداد والتقديم آية دمشقي وماجد العجلاني وأكيد كان معنا على الإخراج هادي الأحدى بيعطيك ألف عافية يا هادي وأكيد من أول الصباح الخير العبير خضر بي التنسيق يسعد لي صباحيك يا عبير بكرة أنو ساعة ما وعدنا مع مستمعينا يا آية لكن بكرة إن شاء الله ما وعدنا معكم على الساعة 8 ونص الصباح لا تنسوا نطرينكم على الساعة 8 ونص كنوا معنا دائماً على السمع واديروا بالكم على حالكم كتير منيح وتبقوا بألف خير من هون لبكرة ومتما بذول آية كنو كتار يعني كنو كتار بكرة كتير نلتقي بكرة باي باي ملودي أفهم أو أس إش أحس أخي اسمعونا كل يوم الساعة 8 ونص ملودي ملودي أفهم للراغبين في دخول حقل الإعلام ملودي أفهم تقيم ورشة عمل حول أساسيات العمل الإعلامي الإذاعي وقواعد المهنية وبناء الشخصية الإعلامية للتواصل الاتصال على الرقم 27 27 0 920 قريبا كلاس إن كافي بالشوكولا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر